السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت تمنى انكم تكونوا على خير وبخير تمنى انكم تكونوا دوستو مزيان واللي فرسقوا شي حاجة ان شاء الله تكون من نصيبوا ان شاء الله ان بدو سنينا الشق الكتابي وبدو بالشق الشفوي ان شاء الله بحول الله تبعوا معايا غنمشيو الهندام خاص يكون الانسان جاي بالهندام ديال العمل يعني نقيقي ما يجيش سبورتي في جيش حاجة موهم ديال العمل يعني بالنسبة للبطاري ما يجيش بشي شميزة مفتوحة مصدر مزييرة شي حاجة يعني يكون الهندام ديال العمل وبنسبة لبنت كدلك ما يجيش حاجة مزييرة ما يجيش بشي حاجة معرية يعني يجيو بالهندام انتاع العمل محتارم وانتاع العمل حيث الهندام هو واول حاجة كثير المفتشين او اللجنة اللي كتكون تماكن الهندام اول حاجة كثيرهم ثانية حاجة تكون واطقة من نفسك عينك الفوق البتسامة تحافظ على الهدوء ديالك فاش تقلس فاش تقلس حاول ما امكن تكون قلس مزيانة مستقمة ما تديش رجل ما تططقش سبعانك ما تحرقش رجليك ما تزازعش يديك دلهاك باش يحسوا بانك راكم توقتر وراك عصابي لان هاد الخدمة هادي خصها تكون هاد الخدمة هادي خاصها شي واحد يكون ما معصبش بطبيعة الحال الى درتي هاد شي يقولوا بان هاد ما يصلحش لهاد الخدمة هادي وفاش تكون داخل خصك تدخل بتاقة وخصك اي خطوة درتيها تبقى عاقل عليها مثلا الباب وش مصدو دولة محلولة مثلا السرجم كي داير مثلا الحيوط ديال القاسم كي داير نحوط الحيوط اللقاء عليها تدوز فيها كي دايرا اي حاجة تتكترد لها انتيبة حيث كي قضو يحطوك دي كيستون غيم تدخل بحال هاك حاول وخاء يستفزوك حاول انت تكون محافظة على اعصابك وحاول تخرج عمدك الاستهزاء بطريقة دكية وتردها ضحك وتبسط الامور ما تحسبش راسكرة الامور رها هاد بسطها بسطها يعني وخات حاول تستفزك انت متعصبش وحاول تبسط الامور عندو زول المعارف رأى اي واحد تم في اللجنة عندو اختصاص معين كل اللي غيا يسولك فااللوم تربية كل اللي يسولك فى اللغة العربية كل اللي يسولك فى اللغة الفرنسية كل اللي يسولك فى الرياضيات فى الطعام اي اي ا establish تحسب جيدا اول حاجة كي بداوا بها هي البعض كيف تتكلم اي ارغاد او لغة الفرنسية اما تعرف راسك بالاربية او لا بالفرنسية فهالتعريف حاول ما امكان ما تخلش في المتاهات يعني ما تقويش عليهم اعطي غالي الإسانسيال وكما اعطتي الإسانسيال كما مزيان كما هما ما يلقوش فيني شدوك حاول انتايا بالبخزونتاشون لا تعطيهم تقيديهم فين على حسب اللي كيسشون لا يعطيوك فهمتي حاول تحكم فيهم انتا من الاحسن ما تعمقش بزاف مش ميقولوش هده ره تيفهم علينا هده ره بغيبان هده بغي كده هده بغي كده انا كنفضل بان ما تعطيوش السنوات ديال البقالورية وديال الإجازة بش ما يعرفوش شحال دوستي في الإجازة وشحال دوستي زعمة في الإجازة ديالك غيقول فوقش غيقول بالاختصاص اوصافي من الاحسن ما تعطيش السنوات هده من جهة من جهة اخرى مثلا يبدو في الكيسشون مثلا مشو العلوم التربية الاسئيلة اللي كي تحطو بزاف حول انواع البيداغوجية كيف يكون هما نرواد ديال نظريات كيف هو المتاق الوطني كيف هو المخطط الاشتعجالي وشنو اخر مثلا كيف تعني موثلة الديدكتيكي كيف يعني موثلة البيداغوجي طبع مثلا يعطيكو معاوتيني هذا العام كيف هو الفرق ما بين التناوب التناوب اللغوي والتعليم التناوب وشنو هو شنو هي وثقة الايطار وشنو هو التعليم عن البعد هادو ضروري خاسكم تراجعوهم نمشيو ضروري يحطو عليكم دي كيسشون في الرياضيات بخصوص المعارف في اللغة الفرنسية في اللغة العربية مثلا في اللغة الفرنسية ولا العربية يقول لكم قرأوا النص قرأوا لي يختاروا شي نص ولا شي في قرأ يقول لكم قرأوها في القيارة أخصنا نكونوا كنحتار معلمات الترقيم كنقرأوا بصوت مرتفع وصوت واضح وإلا قالوا إن كتبوا شي حاجة في الصبورة أنكتبوها يعني باينة واضحة لأنكم ما تقرأوا تلاميذ صغر مش كبار يعني خصوهم يكونوا باين الكلمة أو الجملة اللغة تكتبوها بالنسبال في الأجوبة خصوص صوت ديالكم ما يكونش مرتفع بزاف ما يكونش منخافض خاصو يكون يعني متوسط مسموع اللجنة تحسبو راتكم بحلي في القاسم المهام ديالكم يعني خاص جميع التلاميذ يكونوا تستفدوا منكم ما يمكن ليش نعطيكم الأسئلة اللي هيتحطوا مثلا في الرياضيات مثلا في الفرنسية مثلا في العربية لأن كل واحد أظهروا وكل واحد شنو غايتطلعلوا في الكيستيون ولكن الأهم خاصك تكون مراجع المعارف ديالك خاص يكون عندك الباكاج خاص تكون راجعتي لكون جيجزون راجعتي الإعراب راجعتي الأخطوغغاف راجعتي الإملاع راجعتي الإنشاء راجعتي راجعتي الإنشاء راجعتي الإنشاء راجعتي الإنشاء نبدأ الكتابة من اليمين إلى الياسر الجزء الأول فيه تصميم الجزء الثاني الدرس الجزء الثالث البيانات والرسومات الجزء الرابع المصطلحات صافي واضح ساوش نهار ديو جيبوا معاكم الوثائق ديالكم بطاقة الشخصية ومثلا الديبلومات اللي عندكم ما تعرف يقول لكم أعطيونا ولا كذا ويجيبوا ستيلو بلوك نوت ديالكم ضروري ويقضوا يسوي لكم شو ما وثائق الأستاد أتعطيوا وثائق ديال الأستاد ونسيت واحد الحاجة ما قلت تلكمش في الأول بأنكم أفاش تقلصوا خاصكم تكونوا كتوزعوا النظارات على جميع أفراد اللجنة اللي تمها يعني شوف فيهم بكل ثقة في النفس يعني ما تشوفش التحت ما تشوفش الفق شوف فيهم ووزع النظارات لما تشوفش هيفجية معينة شوفهم كاملين كانضا واضح وبتوفيق الجميع إن شاء الله شكرا على حوث انتت ببعد يالكم وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى أن تكونوا استفتوا معايا إن شاء الله وبسلام عليكم الفيديو الجديد إن شاء الله